السلام عليكم مورودي ومرحبا بكم معي في صفة اليوم اليوم ان شاء الله دي نقدم لكم كيك كي يجي هشورات بمكونات بسيطة متواجدة عندنا في المطبخة يمكن لكم تقدموا فجبة الافطار او وجبة القوتي على حسب الرغبة ديالكم باش تعرفوا معي المقادير معيكم غيرتبعوا معي الى النهاية بسم الله على بركة الله عندي كأس من سكر سانيدة اي سكر الخاشن وكأس من زيت نباتية وكأس من الحليب البارد بالنسبة للحليب هو اللبن بمسمايات دول عربية اخرى لبن كأس من اللبن البارد هاد الكؤوس كي سوي 100 قرام لكل كأس بالنسبة للاشخاص اللي كي بغوا القياسات بالقرام وعندي ملعقة صغيرة من سكنجبير اي الزنجبير وملعقة صغيرة من القرفة اي الضارسين وقبسة ملح واربع بيضات بالنسبة للمكونات كنخليهم على جانب كنبدأ بيهم الأولين والمكونات الاخرى اللي غادي نستعمل هما ثلاث كؤوس من الدقيق المخصص للحلوية بمقياس هاد الكأس يعني 300 قرام ديال الدقيق وكأس ديال القرقاء اي عين الجمال مقطع قطعة صغيرة وكأس من طمر مقطع قطعة صغيرة حتى هو كي سوي 100 قرام وثلاثة الخنيشات ديال بيكن باودر اي خميرة مخصصة للحلويات ما يعادي لـ 24 قرام اول مرحلة كامدابية كنناخد واحد قدرة كنديرها فوق البوطة حتى كيغلى ذا كل ما اللي كنوضع فيها وكنوضع فيهم هاد الكالقرقاء والطمر وكنخليهم اطبخروا مدة عشر دقائق فهد الاتناء كان مشي كنووجد الخريطة ديالي اللي كنوضع فيه السكر الحليب السكر سنيدة الحليب الزيت البيض سكنجبير والقرفة وقبست ملح وكنخلطهم 30 ثانية تقريبا حتى كيتخلطوا لي المكونات مزيان ومن بعد كنضيف دكتات الكؤس ديال الدقيق وثلاثة الخمارات وكنجمعهم مزيان بالطراب اليدوي حتى كيندمجوا لي المكونات ومن بعد ما كيكون تبخر لي عفوان القرقاء ديالي وطمر كنخليهم يبردوا عادة باش كنضيفهم الخالط كيف ما كتشوفوا معايا في الصور كنجمع المكونات جيدا وكنجيب واحد طاوة اللي كنكون دهناها بالزبدة ورش علىها بدقيق كنضيف عليها الخالط وكندخلوا للفرن مدة 5 و 40 دقيقة حتى كيطب كنشل عليها من تحت حتى كيطب جيدا كيف ما كتشوفوا معايا كيجي هش ورطب وكي يعني يمكن لكم تاكلوا هكذا بلا تزيين ولكن انا حبيت نزينو بالقليل من القاناش ديال الشوكولات اللي صيبته بالقليل من الحليب وشوكولات دوبتهم جيدا وننوضعهم الفوق ديال الحلوة كيف ما كتشوفوا معايا هذا والشكل ديالها كيجي وتزين كيبقاه لحسب الرغبة ديالكم واخيرا كنوضع شي حبيبات ديال القرقاء من الفوق للتازين اختيارية كانت من وصفة اليوم تنال اعجابكم اشتركوا مع اصدقائكم بشكل تعمل فائدة اكتر وشكرا الى حلقة قادمة ان شاء الله